تستمر قوات الاحتلال في إغلاق المنافذ البرية أمام الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية المتجهة من معبر رفح البري إلى منفذ كرم أبو سالم وسط تحذيرات أممية من وصول قطاع غزة لأبواب المجاعة يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر حالة الاستفاف لمئات الشاحنات والعربات المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة على امتداد الطرق المؤدية من المنطقة اللوجستية بمدينة العريش حتى مدينة رفح المزيد من التفاصيل يطلعن عليه كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين من أمام بوابة معبر رفح المصرية ننقل لكم الصورة لليوم الرابع على التوالي تعرق القوات الاحتلال وتمنع منعا باتا دخول أي من المساعدات الإنسانية أو الإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة اليوم أيضا أعلنت قوات الاحتلال إغلاق كامل لمعبر كرم أبو سالم برغم أن هذه البوابة من خلفي بوابة معبر رفح المصرية لم تغلق أبوابها حتى في أيام العطلة مثل الجمعة والسب لا تغلق أبوابها وتفتحها دائما لدخول المساعدات الإنسانية إلا أن قوات الاحتلال من الناحية الأخرى من ناحية معبر كرم أبو سالم منعت دخول أي من المساعدات الإنسانية أو حتى الشاحنات الخاصة بالوقود مثل الغاز والسولار وبرغم أن المهلة التي أعطتها الولايات المتحدة الأمريكية لقوات الاحتلال وهي مهلة مدتها شهر تقريبا قاربت على الانتهاء إلا أن قوات الاحتلال ما زالت تتعنت ولا تلقي أذنا لأي من الضغوطات الدولية سواء كانت من الولايات المتحدة أو أي من الدول الأخرى التي تضغط عليها لإدخال هذه المساعدات الإنسانية وتمنع وتعرق الدخول هذه الشاحنات أيضا كانت قد فرضت حصارا قوات الاحتلال على شمال قطاع غزة وتحديدا جباليا منذ ثلاثة أسابيع ومنعت دخول أي من المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية وقصفة المستشفيات وأخرجت المصابين والأطقم الطبية من مستشفى كمال عدوان لكن الأونر بعد أن كان قد أعلنت منذ يومين عن أن قطاع غزة قارب على المجاعة تتعنت أكثر قوات الاحتلال وتمنع دخول المساعدات بشكل عام مما يؤدي إلى نوع من أنواع التعصف والتهجير القصري للمواطنين الفلسطين في قطاع غزة إما من الشمال إلى الجنوب أو حتى في محاولات تجيرهم خارق قطاع غزة لكن المجهودات المصرية ما زالت مستمرة إما في تجهيز هذه الشاحنات بشكل عام أو حتى المفاوضات المختلفة التي تجري على الأراضي المصرية في محاولة لاصطدافة جميع الأطراف للوصول الوقف دائم ومستدام لإطلاق النار هذه الصورة والآن أعود عليكم مرة أخرى